السلام عليكم معاكم بدر من جيم تيك واليوم مصلتني مجموعة أجهزة من شركة عصر الجوال والأجهزة عبارة عن ثلاث جوالات وراوترين من شركة ZTE وحضرت قبل كم يوم حفل الشراكة بين شركة عصر الجوال وشركة ZTE وإطلاق أجهزتهم بشكل رسمي في السعودية واليوم بستعرض لكم الهواتف الثلاثة وإن شاء الله في فيديو ثاني بتكلم عن الراوترات جميع الهواتف من الفئة المتوسطة ولكن كل جهاز له مواصفات خاصة وسعر مختلف نبدأ أول شي بجوال ZTE Blade V30 ويعتبر هذا الجوال أعلى من ناحية المواصفات بين الأجهزة لون الجوال مميز داخل الصندوق حطين لك سماعات سلك الشاحن وراس الشاحن وهنا حطين إبرة الشريحة وكبر شفاف وهم مواصفات هذا الجوال أنه يجي بهيكل نحيف وحجم شاشته 6.67 إنش ونوع الشاشة IPS وبدقة Full HD Plus وتدعم تردد 60 هرت ومعالج الجوال T618 يعني بتحصل على أداء متوسط وأشوف أداء الجهاز جيد بشكل عام وواجهة النظام خفيفة وسريعة والجوال يجي ببطارية ضخمة حجمها 5000 ميلي أمبير ويدعم الشاحن بقوة 15 واط من خلال منفذ Type-C البصمة يجي بالجمب ويجي الجوال برام 4 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا مع إمكانية تركيب ذاكرة خارجية والجوال يدعم 4G ويدعم أيضا تقنية NFC وهذا الشي ممتاز عشان تقدر تستخدم مدفوعات مده والجهاز يجي بأربع كاميرات بالخلف الأساسية بدقة 64 ميجابيكسل وفيه عدسة للعزل وعدسة الماكرو لتصوير الأجسام الصغيرة والكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل سعر الجوال 729 ريال ما يعادل 194 دولار تقريبا ونيجي الحين للجوال الثاني ZTE Blade A51 الجوال يجي بمواصفات أقل من اللي قبله وبسعر أرخص بصراحة ألوان الأجهزة جميلة ويجي داخل صندوق الجوال راس شاحن كفر شفاف سماعة وسلك الشهن حجم شاشة الجوال أصغر 6.52 إنش IPS وبدقة HD Plus ويجي بكاميرتين بالخلف الأساسية بدقة 13 ميجابيكسل والجوال يجي بمعالج ثماني نواة وبسرعة توصل إلى 1.6 جيجا هيرتز ويساعد المعالج على توفير الطاقة وحجم البطارية 3200 ميلي أمبير ويدعم الشحن أيضا من خلال منفذ تايب سي والبصمة تيجي بالخلف بظهر الجهاز والجوال يجي برام 2 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 64 جيجا ويدعم 4G لكن هذا الجوال ما يدعم الـ NFC والجوال يجي بلونين وسعره 399 ريال ما يعادل 106 دولار تقريبا ونيجي الحين لآخر جوال وهو الأقل سعر وأقل مواصفات ZTE Blade A31 Plus الجوال يجي بحجم 6 إنش وأطراف الشاشة مثل ما تشوفه أعرض من الأجهز الساقة والشاشة من نوع IPS وبدقة 960 في 480 ويجي برام 2 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 32 جيجا ويدعم تركيب ذاكرة خارجية ويجي الجوال أيضا بمعالج متوسط ثماني النوع وبسرعة توصل إلى 1.6 جيجا هيرت وحجم البطارية 3000 ميلي أمبير والجهاز فيه نظام المحافظة على البطارية الذكي والكاميرا خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل والأمامية بدقة 5 ميجا بيكسل الجوال يجي منه لونين وسعره 329 ريال ما يعادل 87 دولار وطبعا جميع الأجهزة يجي بنظام أندرويد ويدعم خدمات جوجل ومثل ما قلت بالبداية هذه أجهزة من الفئة المتوسطة يعني شوف احتياجك وطبيعة استخدامك وعلى أساسه اختار جهازك